احضارك للرئاسة والمزراء بإعادة المحرين على التقاعد كلهم إلى أن السبعين هذول ملقهم موقوف ولم تأخذ إجراء بحقهم هذول حضيطهم غضيفون برقبتك ورجبة من بعدك ورجبة من قبلك رقبة من أصدر القرار إليك ونفذته شكراً إليك حسناً محن بلابسة الدكتور إذا صار ما صار في أي أصلاح بقولوا مركز المناحج مناحج أيضاً يدخل فيها كل العمل تربوي مقصود أو قد مقصود الأخر شيء حدثتك قلت إنه الجامعات واضفتها خدمة المجتمعات لماذا لا يكون هناك ساعات معتمدة للطلاب رياضيات والفيزا في الجامعات ودرسوا في المدارس نحن حملة من عام 2015 لأنه ونحن نتحدث بحكي عن شريحة معلمات معلمين مدارسة الخاصة 37 ألف وردي إن الإحصاءات اليوم مصدوق 40 ألف قضية ربا هي قضية عامة المدارسة الخاصة وكان إنا مطلب كيف نضمن أجورنا العمالية بالمدارسة الخاصة طلبنا بالتكتيك راتبنا بالبنك اشتغلنا عليه في 2017 الحمد لله صدر نظام من خلال داعمنا كان أنا ذاك وزير التربية عهر الغزاز في 2018 بشهر 9 شار الملف صار رئيس وزراء حمل الملف معه بحقيقته والحمد للناس صدر النظام كان هاي أول حملة على الأرض بالأردن تحدث تغيير سياسي بإحداث قانون ونظام بالأسف دخلنا عام 2022 كان معنا قائمة 350 مدرسة مخالفة لنظام ترخيص المدارس نحن على وزير التربية قدمنا مطالبنا للأسف لن تنفذ لغاية هاي اللحظة نحن في عام 2022 معنا قائمة بتكتيك رمناه في شهر رمضان كان عنا 750 معلمة تستلم وجور باليد لأنه المعلمات تم حماية ببرنامج استدامة للضمان الاجتماعي بكورونا تم إيقاف البرنامج بشهر واحد أنا آسف أني برح أطيب بس قضية عامة مهمة لشريحة 40 ألف معلم ومعلم مدارسة خاصة ساقطة كثيرة بنحكي عن رعب التوجيهي قبل قليل استحللنا هذا اللقاء برعب التوجيهي أي شخص من الآن عنده امتحان امتحان مقابل لي وظيفة يصيب رعب رعب هائل، مش فقط التوجيهي التوجيهي هو محطة انتقال من مكان إلى آخر بهاب للجامعة الآن اللقاء بتحكي بدل أن نبقى كما كنا هذه المحطة من حديث السنطان ومعالي الدكتور وجيهي أن نبقى كما كنا وقلنا أن خريجينا في الجامعات كانوا من المرحب بهم وممن أحدثوا تليرات على مستوى العالم هذا الأول لما اتحدث عن نظام توجيهي بدي أقور في نظام التوجيهي وأبقول أن مخرجاتي في السابق كانت مميزة وأصبحت الآن أضعف في مرحلة من مراحل التوجيهي كانت المخرجات لمرحلة معينة بعد الـ 2014 مخرجات قلنا الجامعة مستوى أولى يوازي رابع اللي قلنا كان عندنا نظام الفصلين نظام الفصلين ونظام الفصلين قامت الوزارة بتحويله إلى نظام العام الكامل السنة الكاملة وقد قمنا بحملة ذرحتونا بالتحديث من خطط الوقوع في مطب آخر وقعت فيه الوزارة سابقا العام الواحد السنة دراسيا واحدة ومن ثم يكون التحويق إلى السنة الواحدة على حساب المنظوم قد تتدخل في رسع في جيالة للرسع لا تتدخل لا تتدخل ولا تتدخل ولا التربية ولا المالية ولا أحدا يجرؤ أنا هانسف للمصطلح ولا أحدا يجرؤ إذا لا تصحح لي لأننا حكيت طيب أوكي أنا لأنه فأنت خطأ معك هاي نقطة إذا أحكيت في قصة نظام العمل الحزبي داخل الجامعات وبشكل مختصر جدا الأساس الأساس إذا أحكي في نظام عمل حزبي داخل الجامعات إني أحكي إنه في عنا حريض عمل داخل الجامعات بالتالي بدأ دخل الطلاب الحزبيين نشتغلوا فيها ولا لا إحنا دكتور حسعين بالمئة من جامعاتنا لا يوجد فيها انتخابات اتحادات طلبة اتحادات طلبة لا يوجد لا انتخابات تحت طلبة ولا اتحادات طلبة أنا بحكي لك عن جامعة من جامعات التبرى وراحكي معكم إنه شو شكل التنسيق طلابتهم يكون إحنا مراحلين باصة معنا تشرفوني بعد الأول ثانوية تتجه لثانوية إربت الوحيدة مشان نتكمل الثاني ثانوية التوجيهة باليوم الأول بالمدرسة إجت المديرة المدرسة اتصفحت الطالبات وقالت لأهتي انتي اللي بنزل برة على شعرك اللي قدام لديك بكرة تيجي قاصة شعرك وإذا ما قصيت شعرك أنا بجيبك قدام البناتون وتركعي على ركبك وبقصلك شعرك مفهوم؟ قلت لها أنا اللي بفهمك وجاي لهون عن مدرسة مشان أفهم أشياء كثيرة لكن اللي مش فاهمه إنه عملية قص الشعر هو من تخصص صارونات الحلاقة أم من تخصص من تخصص مديرات المدارس فغضبت المديرة عام 1972 واتجهت إلى عمان عند الوزير حتى جابت كتاب من عند الوزير سنة 72 ونقلوها وطردوها من المدرسة ونقلوها إلى أقرب ثانوية بالمفرق ولو لم يكن أبي من جماعة أطلب العمة ولو بالصين لم أجعلها تروح على المفرق فلو كن سيدي وزير التنبية وجاء هذا الموقف فهل كنت تطرد البنة أم تعمل تسوية شكرا والله أنزل سيدي سيدي أنا عندي جزئين الجزء النفاقي والجزء التمنيات والجزء النفاقي مشكر كل جهود وزارة تربية للتأليم على تقديم وتوجيه آمن هذا العالم الجزء التمنيات والتمنيات باللغة العربية هي ما لا يحدث أبدا يعني لا يوجد مدوثها ولذلك أتمنى التطوير يحتاج إلى أدوات جديدة بنتمنى وجود هذه الأدوات الجديدة والأدوات الجديدة من وجود نظري مجلس جديد اشتهر أعضاؤه بالحديث عن التعليم وتطوير التعليم معلم جديد بدءا من شكله ومظهره الخارجي ووصولا إلى ماذا يفعل وماذا يقول للطلاب بنتمنى معلم يقول أنا مش معلم تاريخ أنا معلم أطفال مش معلم رياضيات أنا معلم أطفال هذا اللي يهدي التغيير أساسي بنتمنى كتاب جديد كتاب الجديد هو كتاب يتحدث مع الأطفال يقول للأطفال ماذا يحتاجون وماذا يريدون أيضا زيادة على الكتاب بطرق تدريس جديدة دكتور إذا أردنا أن نحدد تغييرا في التعليم يجب أن نحدد تغييرا صفيا هذا التغيير الصفي أنا أسهل عمليات التغيير لكن أحدا ما لم يبدأ به شكرا معاليك نختب معاليك نعم أنا ديما القيسي عدولت من المستساة التعليمية في غرف انتجاه للأطفال السؤال هو بتتعلق بمرحلة رياض الأطفال وإلزامية هذه المرحلة كانت توجهات وزارة التربية والتعليم بأنه في عام 2022 تكون نسبة الالتحاق 100% وبنعرف أن القطاع العام بعاني من عدم وجود غرف صفية كافية أن هذه النسبة تتحقق فشو خطت الوزارة لإيجاد حل أو شراكة مع القطاع الخاص مشكلة أيضا القطاع الخاص في رياض الأطفال وخاصة أن معظم المنشآت رياض الأطفال زي ما تحط الزميل الدكتور محمد هي مشروع غارمات والقطاع به عام بعاني وعام بواجه مشاكل بأنه صار في انهيار وإفلاس لما نمش آخر فإذا بس نحب نعرف أنه إنت ممكن يتم إقرار إلزامية هاي المرحلة وإذا في حل الشراكة بين القطاع والعامة الخاصة معادي وأنا بقى الورية الاقتصادية في أربع مبادرات أساسية عن بين حكا عنها إطلاق البرنامج الوطني لترميل المدارس وتأسيس مركز التمييز البحثي وتطوير المناهج وطروف التدريس وإطلاق البرنامج الصموحة للتعليم الرقمي المهم جداً ما عليك إنه لوحنا نحكي عن التطوير فضل مسمى للمدارس والأخصاء المترتبة على أهالي فشرير والأخص المدارس ونجد على ادخل البحثing ونحكي ونقصد عام 2015-16 أمر جلالة الملك بتشكيل اللجنة لوضع خطط تطوير قوة البشرية للاستراتيجية الوطنية تنمية الموارد البشرية وأنا رئيس لهذه اللجنة واشتغل معنا أكثر من 360 شخصية والعليم بالتطاع الخاصة الآن وطلعنا به تصور واضح من التعليم ما قبل البدرسي إلى التعليم الجامعي وكان كل معظم هذه الاستراتيجية مبنية على التعليم لأن التعليم هو أساس الإزدهار ومن ثمن الاختراحات اللي وضع كان الاختراحينا الكير مهمة اختراح إنشاء مركز تدريب للمعلمين ومشاور الثاني إنشاء مركز للمناهج بمساعدة المزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج متشكل المجلس دكتور عزمي الآن من كان شفور واضح في البداية إجاب من سندينك كان الدكتور عدنان مدران هو رئيس وهذا المركز أخذ على عرض قوة المحدث في الكتب من خلال رجال من خلال المراقشات من خلال استعانة بالقوة قد تقدر من الاختراحات من خلال ما يخرج يقول اكثر من المرقز في عيد الحلوية الصحفي اكثر ما يهوم الاسرة الوردنية التعليم والصحة وهو الشغل الشاغل له وهذا لا يحدث الوردنية بل ينتدوا على مساحة العلم بعد جائحة كورونا زاد الجدل عن التحديات التي تواجه التعليم في الأردن وقبلها في عشرين عاماً تثير نقاش موسع عن ضرورة مواكبة التعليم للتكنولوجيا بنذكر في ذلك اللغة بتنخلق نقام كل النقاش بدكم تعجيبوا كمبيوترات وفش يسجف للصف وفش تنتربيت وإلى آخره وصار متطلباً محو الأمية الإلكترونية عند الطلبة والطالبات وقبل المعلمين والمعلمات قبل عقود كان الأردن مضرباً مثل لجودة التعليم العام والخاص وكان خريجون جامعات يتنافس على استقبابهم في الأسواق الخليجية باعتبارهم كفاءات نادر اليوم تسود حالة من القلق من واقع التعليم في المدارس والجامعات ويسود سؤال عن مستقبل التعليم في البلاد وهذا عنوان من المنتدى الإعلامي التابع لمركز حمالي محمد الصعفين في جلسته اليوم ونريد يسعدنا أن يكون ضيفه الدكتورة وجيها عويس وزير التنبير والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث الهدي أهلا وسهلا بك وعليك أحنا بتعودين أنه هذا اللقاء تكون شوية مباشر قصير بدون دبلوباسية مباشر قصير إلى آخره المنتدى الإعلامي منصة للحوار تسعى لضمان حق الإعلام والمجتمع في الوصول للمعلومات وبالتالي توفير معلومات ذات مصداقية رحموا بالزميلات والزميلات من وسائل الإعلام والخبيرات والخبراء في الشأن التربوي والتعليمي وسأبدأ معك معاليك بأسئلة لتمنى أنه جارب عليها بشكل مكثف وسعيد تجربة وجود وزير واحد لأكبر وزارتين في الأردو وزي ما بقوله دائما في المثل حابل بطيختين يعني كيف شو رأيك في الموضوع خاصة أنه خطة الإصلاح الإداري الآن التي أعلمت يعني ثبتت هذا الوضع القائم وقالت بدنا وزارة تربية وتطوير البوارش البشرية هل أنت شايف أنه إحنا هل هذا الوضع القائم صحيح؟ هل إحنا ناشيين بالسياق الصحيح؟ شوكوا راحا باباك فضل صحيح أولا شكرا للتعليم شكرا للمتدى وفاهمين عليه وأنا سعيد أن أجاوب على الأسئلة بيكون صراحة السؤال اللي سألته وسؤال كثير مهم هناك مزارتين كبار مزارة تعليم العامة ومزارة تربية والتعليم والآن على التفكير هناك دمج بين الوزارتين الدمج ممكن أن يحدث بس بعد التنتبات مهمة أولا وهذا ليس من نظري أنا لابد من إعطاء الصلاحيات بعض الصلاحيات اللي الآن ما نوضع بالتعليم العالي بمجلس تعليم العالي طرطان الجامعة منها أولا سياسات القبول سياسات القبول ما زالت يعني يعني المجلس تعليم العالي هذا لدرس بضغط دائما الجامعات هي المسؤولة عن سياسات القبول وليست الحكومة لذلك وضعنا خطة نحن في المجلس تعليم العالي أنه نغير سياسات القبول لتداء المسلم قادم وهي سياسات القبول بعد سنة منها التغيير تنتقل كل هذا الجامعات يعني الجامعات في المستقبل هي بتكون سيدة نفسها في استقطاع الطلاب ووضع سياسات لا قبول الطلاب هلذا استطاعنا أنه نخفف في صراحيات وزارة التعليم العالي اللي هي مثلا سياسات القبول ثانيا صندوق الطالب المحتاج هذا الصندوق أصلا كان عند الجامعات لم أخفضوا وزارة التعليم العالي من أحد السنوات فانتقال أيضا الصندوق يخفف من أعباب وزارة التعليم العالي ويصير ويصير المقدي ويبتل نخلص من هذه المتاهة لعنا توجيهي وعنا تعليم حتى الآن شاخ وثبت بأنه ويحفل لا يدعو ولا يبتكروا ولا يشعروا صحيح؟ أنا معك توجيهي لابد من عادة النظر فيه الدكتور عزمي كان رئيس لرجل توجيهي يعني عادة النظر في التوجيهي وقدم الصحيح تقرير كثير ممتاز وإحنا عم ندرس فيه أجلنا شوائلا أنه وجدنا أنه في الموقت الحالي مفروغ يعني يدرس أكثر حتى نقدر نقرر ثم نعمل وننكذ شوائلا التوجيهي ما زال المؤرد إنك ليس بس الأهالي والطلاب المؤرد حتى لصاحب القرار السبب إن التوجيهي وهذا ممتاز نظري أنا بطل الكيس قدرة الطلاب على الإطلاق الكيس قدرة الطلاب على الحفظ أكثر منه على التحليل وأكثر منه على الاستنتاج و بس مشكلتنا الأساسية التوجيهي هو مدخل التخصص وهذا الغرض اللي أنا بحكي فيه التوجيهي مفروغ يكون علامة التوجيهي مدخل الجامعة وليس التخصص ما بتدخل على معدلات تدخلهم بعد السنة الغدرين بعد ما يعرف الطالب ورغمه وخطرته وبعدين بدخل إلى التخصص حسب الرغبة وقدرة محقصه وقدت أضمنكم هذا الحكيه واحد في مجلس تعليم العالي للطلاج بإطلاعنا الملائبة الرئيسة الملائبة ومن الملائبة الرئيسة هو بسريك أهدري وهو خفص الأمدين إذا حصل الرغمات الدنيا للنهندسة هو بسريك أهدري للنهندسة فقوم إلى أخرين بعد إتهاء هذا العام يقيم الطالب والجامعات تأخذ الشريعة هكذا الكلام سمعتنا على الأقام بنتهي هكذا الحفيد وهو الحل الجدري للوضع المالي للجامعة الخطة بشكل عام والحزمة التي أنفحت فيها تغيير سياسات القبول، إلغاء البرنامج المواجئ إذا بدأ ألغي البرنامج المواجئ بدي أعوض على الجامعات بدي أعمل هيكل إذا أدرس الرسول مرة أخرى اختناتي هاتولا أيضا، صدعنا نعملهم بأنفذل الأشياء اللي بأكين، كمان هناك موضوع آخر بأنه يوجد طوى شدة عكسي هناك تراجع، نتأكد أن هذا التراجع مهم ويخول المستقبل إذا استمر، وذلك بدنا نوقف هذا التراجع التوجيهي بأعتقد خلال سنة سنتين، راح يصير فيه تغيير حقيقي، وصير خفيف، يعني نخفف على الناس، ممكن نحكي فيه، لكن أنا بأكد أنه راح يصير تغيير على التوجيهي، وصير توجيهي ليس هالبرغو على أنتو شاكي بشكل مرة تاني، بدي راح بالزمينات والزملائي للضغط، خوات المسلحة مرسولة للإختاق دير والإحترام مليار وثلاثمئة وثلاثمئة مليون، التربية والصحة والنقل كلهم اللي هم أهم قطاعات حيوية للكتساد لتحقيق الغفاة والتقدم مليار وثلاثمئة مليون، خوات المسلحة والأمر المترخ والداخلية مليارين وثلاثمئة وثلاثمئة مليون، يعني زيادة مليار على الأقل، غير النفقات التي يعني ليست خاضعة للكتقيق دول محاسبة ولا معروفة، كيف ممكن تحكوا عن التربية والتعليم والتطوير؟ نعم، أول شيء كل المؤسس إليها خصوصاً، بالنسبة للموازنة بالنسبة للموازنة، بالنسبة للموازنة، بالنسبة للموازنة التربية والتعليم، يعني إيه؟ يجب أن تعرفوا أن الولادات السنوية حوالا 200 ألف طفل كل سنة، يجب أن تفكر على مستوى أن تعمل مدارس 200 ألف طفل، تفكر لك أنه يجدنا بمشكلة كورونا، يجانا 214 ألف طالب من الاختقاء الخاصة كل هذه الأمور التي تأثير في الوضع الاقتصاد إلى البلد بشكلها، كل هذه الأمور تأثر على سير ونشاط وزارة التربية والتعليم كل الظروف التي تأتينا الآن ضدنا بلا حد ما، ضد أن نستطيع أن نصرف أكثر ونتميز أكثر، وهذا واقع، لا أستطيع أن أحدث أكثر من هذا، كلما عملنا شيء، بلنا نعمل شيء بصير مشكلة، والمشكلة أكبر مننا، ومعظمها اقتصادية، مثلا أعطيك مثال، نحن بحاجة لتعيين 10 ألاج معنا، حتى نستطيع أن نتحرك، لا، نستطيع أن نتحرك، نحن بحاجة، لا لدينا إمكانيات مالية لأكثر من 4000، بالحالة هذه، نتطلع نسأل السؤال أنه، المفروض يمكنني أن نحل هذه السؤال، أنا أو أنتو أو الحكومة، إذا كان ما عندنا إمكانية، طب، نرجع إلى الوسط، في الوسط عادة ما نكون مثالية، نرجع إلى تعليم الإضافي، والتعليم الإضافي ليس تعليم البنية، فتأثر على مستوى التعليم إلى حد ما، معلات الخطط، ما يتواجه مأزاق، طبعا الخطط كلنا يتواجه مأزاق، والسبب انه اي خطة بتعملها اي خطة اصلاحي بتعملها اذا ما عندها دمكانيات مالية تنافذها بشكل صحيح بتتراجع وكل ما تاخرنا كل مساءة الكل في اكبر وهذا اللي صار عنه انه احنا اخر ما يفير خطة الاصلاح الى عشر اخمس عامل سنة مش نلاحظ انه ما فيش فكرة الوقفيات اللي داع للتحليم يعني في العالم مثلا جمعة زي هارة ربيد كان عندها 24 ألف باحث عندها لكل النظام الصحيح التعليمي بيعتمد على فكرة الوقفيات والداعش احنا هاي القصة مش فيه تقصير كبير بين الحكومات المتعاقبة وتفكير الدولة في موضوع كيف يصير التعليم جزء اساسي من الصدق الجاري و جزء اساسي من تفكير الناس في هذا الموضوع الصحيح ليست تير سوية الحكومات هذه بسوية المؤسسات انها تنشط و تحاول تجد طور يعني بديلة او دخل اخر الجامعات في اروب و امريكا نظامها مبني على اللي اتفضلت بي ان يكون هناك وقفية و هناك واثنين طبيعة الشعوب هناك و المجتمع طبيعة من عطاها للتعليم قدر كثير من التعليم صحيح تنبروا التعليم البحث التعليم المقصول الاغنية وهذا طبعا بالتعالب مع الهدف تنمية المستدامة الاسدجي في تحتاج الوزاعة التعليم اللي هو هل قيبته هذا الغياب لمدة عامين التعليم عن قعد هل صار في عندنا جيل امي بسبب او امي التعليم بسبب خاصة الناس اللي يجوا على اول دائعة و كده سنتين غاية هل صار هذا هل صار في تصريك هل صار في تصريك هل صار في تصريك حتى سمعنا شعارات وقصائد مديح السنتين المريات لما استوينه فشو عيك في الغبور اولا جاء حلقة كورونا دكتار في البصار تصل من تسبيل التعليم اذا الدكتور كان موجود يمكن فترة وانا كنت في مجلس الاعيان كنا نتراكم ونفتخر ونقامت فيه وزارة التنمية والتعليم انا كنت فيها وبالنسبة سرعة استجابة لاستعمال التكنولوجيا التعليم عن قعد كانت ملفتة للنظر ومتبالت جهود كثير ممتازمة السؤال الكبير شو استفدنا من التعليم عن قعد هذا السؤال المهم لا شك فيه شراعات استفادة وفيه شراعات استفادة وفيه شراعات استفادة ونحن نحن نعاني بفترة التعليم بمعنى في بعض الشراعات خاصة من الصف الثاني والصف السادس في بعض من الطلاب اللي ما استطاعوا في المدرسوا أثناء كورونا مضرهم يعني كمستوى كمستوى صعب يطعوا للصف اللي ما أدل فيه عنده نقص بياذيات شوي وعنده نقص في اللغات اللغة العربية اللغة العربية لذلك الوزارة وضعت الآن بلد السيف فهداء نسالة حطينا خطاوية 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 خطا طويلة الهند وإن شاء الله نقدر نعافض على للطلاب في عندنا منصة هاي المنصة تستعمل ليه يعني للطلاب بحيث يصدروا يحصلوا على بعض الحصص التقوية لما بدك ما بدك بأنكر أنه صارت مضعاف عندنا وراء تسقب الكورونا كان المضعاف يعني 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 كورونا زادته والآن إحنا بصدد بالفعل وضعنا الخطط هذا الموضوع في العثارات عمد الدراسات مالفودة وعندنا النتائج وكلال هاي النتائج عم يشتمل على وضع الخطط ووضعنا الخطط الصحيح ومالشته ومالشته لتقويض الفاطط ما أمكن تقويض الفاطط ما عليك القضية التي تجعل بين كل الناس الذين تعبوا العمل العام قضية مقابة المعلمين قضية مقابة المعلمين يعني في البداية كانت أزمة كبيرة جدا عمت في كل بيت في كل أسرة الآن هناك هناك نصدروا على الشجرة هناك نصدروا على الشجرة النقابة ككياد باقي فالجلس النقابة أعتقد حلد أنتوا إلى الآن مسامع في صمت يعني ليش هالقضية سياسية أبنية ولا قضيتكم أنتوا العمل النقابي حق تنظيم النقابي حق وين أنتوا في الوقت؟ أولاً أنت لا تعرفين أنه انتهت مدة الأربعة سنوات المقابة صح أم لا؟ إذا قلت أن المدلس انتهى حلي بعد لا انتهت رجائها عندما تنتهي الفترة والأمور الطبيعية لا يوجد قضايا بالمحاكك هناك نمشي على الغامن بعد ست وشهر تشكل لجميع تعمل الانتخالات الموضوع لأنه لا يوجد قضايا بالمحكمة لا يوجد قرار المحكمة تونه لا يوجد قرار المحكمة لا يوجد قرار المدلس كلام إذا لم يصل لا يوجد قرار المدلس المدلس إنها هدفة الغامن المدلس وين يبدوا لأنه سنثان أيضاً وين هل يوجد قضايا أخرى من المحكمة لا يوجد محكمة الغامن النقابة كنقابة كنشاط والنقابة ما كان قبل أربع سنوات انتهى طبيعيا هل هناك قضايا بالمحكمة؟ لا نستطيع أن نتصرف إلا لما نفقص بالقضايا المحكمة التي تتعلق بأشخاص الذين كانت هناك لكن لديك نية الانتخابات وكل هذه الخصص بالوقت الحاضر حتى تستطيع أن تأكد أن كل شيء يصبح طبيعي انتهت قضايا المحكمة لكل حادث الهيئة الملكية للإصلاح السياسي لكي أحلت الخوف من العمل السياسي في الجامعات وجلالات الملك كل يوم يتحدث في هذا السياق أنا كنت طالب في الجامعة سنة ألف وتسعمية 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 وثمانية في اليوم وكنت بشتر بالعمل السري وكان العمل السياسي أحسن ما اليوم مارد من هذا أعرفت ألي هل أنت شايف أنه إحنا فعلا حريط العمل للطلابي والأكاديمي ليس طلابي طلابي والأكاديمي لأنه حتى الأكاديمي مصادر هل ممكن يكون فيه صيان إله في ظل مواجهة عقلية تحكمها مقابة أبنية بحثة نظر من هذا الكلام هو أن مزام صدر قانون الأحزاب وعندما أتركز على مادة 20 ألف من قانون الأحزاب يكونوا أنه حذف للطالب المنتمي للعزب يمارس كل نشاطات الأزبية داخل أرض الجامع مفهومي لهذا الموضوع أنه أصبح عنا حورية فكرة أنه الطالب والمواطن حقاً عطاياً مازال هذا نوع تقدم جديد بدون مساءلة بمعنى أنك تتعبر عن ضاياك إذا رأيك بمعنى أنك لا تنسيش للآخرين بسيش للآخرين أنت محترم وتستطيع تعبر عن حزبك وتستطيع تعبر عن شعورك وهذا داخل حرم الجعب موسيقى